لما نتكلم عن التحذيرات المبكرة واللي استبق سيادة رئيس بالحديث عنها بأنه تحذيرات باتساع دائرة العنف وتساع دائرة الصراع دائرة في غزة إقليميا ده ممكن يكون تأثيره إيه على المنطقة ككل؟ طبعا الحقيقة أن الحرب اللي بتحصل في غزة لها ارتدادات سلبية كبيرة على الإقليم وده ظهر في المواجهات أو حالة العنف اللي بدأت تظهر على الحدود اللبنانية في منطقة الجنوب اللبناني ثم التطور الحادث باستهداف بعض القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق ورد الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف مواقع تابعة لإيران وقصف إسرائيل لمطار دمشق ومطار حلب مرتين متتليتين طوال الأيام التي خلت نحن في الحقيقة أمام مشهد إقليمي معقد ومشهد مرتبط والحقيقة كانت في تحذيرات مصرية طوال الوقت بمخاطر الانزلاق إلى العنف واستمرار حالة العنف الإسرائيلي ضد السكان المدنيين وضد قطاع غزة لكن الحياة أن إسرائيل حتى هذه اللحظة بتحظى بضعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية مشاريع القوانين التي قدمت في الأمم المتحدة روسيا قدمت مشروع قانون البرازيل قدمت مشروع قانون لوقف إطلاق النار لكن هذه المشاريع منئت بالفشل بسبب الفيتو الأمريكي الحياة أني كان في رؤية لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولدى إسرائيل بعد 7 أكتوبر بتوظيف هذا الحادث للقضاء على حركة حماس وتصفية القضية الفلسطينية لكن في الحقام ما حدث هو العكس حتى هذه اللحظة ما حدث في 7 أكتوبر في تقديري أنه كان انتكاسة كبيرة لإسرائيل هو لم يكشف فقط أو يعري فقط جهاز المخابرات الإسرائيلي المصنف كأحد أقوى جهزة الاستخبارات على مستوى العالم لكن ضرب الدولة الإسرائيلية في عمق المجتمع الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي فقد أثقى في القيادة السياسية وفي القيادة العسكرية يعني كان الحديث عن رابع أقوى جيش في العالم عن منظومة القبة الحديدية عن جهاز استخباراتي كبير لكن ما حدث في 7 أكتوبر سببت أن إسرائيل هي نمر من ورق وبالتالي في هذا السياق يمكن تفسير حالة الهياج أو حالة الجنون اللي بتمرش إسرائيل الجنون الإسرائيل لا يقتصر فقط على قطاع غزة وإنما امتد إلى الضفة الغربية التي لا تحكمها حماس وأنا أتصاري أني في تقديري هذا الأمر بدأ يدخل في نوع المزايدة السياسية في إسرائيل كل طرف يحاول أن يظهر بصورة البطل سواء من أطراف حكومة الحرب المشكلة أو من القوى السياسية التي تمثل جزء من الحكومة الرسمية في إسرائيل إسرائيل تعلم أن الحرب يوما ما ستقف والمسألة والمحاسبة أتيها لمحالة لأول مرة لا يتم المطالبة فقط بعزل نتانياهو لكن بمحاكمة نتانياهو وبالتالي نتانياهو يسعى إلى تحقيق انتصار وهمي يستطيع أن يقنع به الجبهة الداخلية أو يحسن سورته وأنا أتصاري أني اقتحام مستشفى الشفاء كان جزء من هذا الأمر إسرائيل حاولت أن تصدر رواية طوال الوقت بأن مركز قيادة حماس في مستشفى الشفاء واختراق هذه المستشفى أمر مهم للقضاء على حماس ولتصفية الأمر نهائيا لكن في الحقيقة أنا في التقديري أن هذا الاقتحام حمل ارتدادات سلبيع على إسرائيل بنتها البساطة فشل الاستخبارات الإسرائيلية وحتى الأمريكية تبهن حديث المتحدثة باسم البنتاجن أمس فيه مؤتمر سعى فيه أنه حسب حدثها أنه تصل إليهم الروايات يعني هما ما عندهيش حد من استخبارات الولايات المتحدة الأمريكية موجودة بالفعل عشان تحقق أو تتحقق مما يحدث فيه قطاع غزة أو حتى بفكرة وجود القيادة حماس فيه مجمع الشفاء أو المستشفى الشفاء بفندم ما إحنا شايفين زي بكرم نتكلم على استهداف جنوب لبنان وأيضا سوريا وما إلى ذلك هل تعتقد أنه توسعة الصراع من قبل كيان الإسرائيلي هل تعتقد أنه يعني ده يعتبر استفزاز لأطراف أخرى ولا هي متأكدة أنه مش هيبقى فيه طرف حابب أنه يتورط في مثل هذا الصراع أنا في تقديري أني إسرائيل لا تريد توسيع جابعة الحرب لأنها تعلم أن توسيع جابعة الحرب ليس في صلاح هي حتى الآن لن تستطيع أن تحقق نصر عسكري حقيقي في قطاع غزة فما بالك إذا كان هناك أكثر من جابعة أربعين يوم ولم تحقق إسرائيل أي اختراق في القطاع عندما تم اختراق مستشفى الشفاء بالأمس إسرائيل بست فيديوهات عن الحصول على أسلحة لكنها لم تبس أي فيديو متعلق بالكشف عن بنية تحتية منصات إطلاق سواريخ توقيف عدد من عناصر حماس قتل حتى عدد من عناصر المقاومة وبالتالي أنا بتقديري أن إسرائيل تعلم جيدا أن فتح جبهات متعددة للحرب ليس في صلاحة في هذا التوقيت لعدة أسباب أولا الجبهة العسكرية أو الداخل العسكري الإسرائيلي لم يعد يحتمل هذا الأمر هناك انقسام شديد داخل المؤسسة العسكرية وكان هناك تحذيرات من عدد كبير من الجنرالة الإسرائيليين بعدم الذهاب إلى حرب برية في غزة لأن الكلفة ستكون شديدة وبالفعل عدد الأليات التي تم تدمرها كبير حتى هذه اللحظات كما ذكرت لم يتمكن الجيش الإسرائيلي منذ دخوله برية إلى بعض مناطق غزة من تحقيق انتصار حقيقي بالعكس النتائج لكن لم يتم إسرائيل لا تفصح ولا تقدم تقدرات حققية سواء عن عدد القتلى أو عدد الأليات حدثت لأنه حوالي 340 جندي شوف يا فندم هو فيه تقدرات بتقول أنه يعني إذا قلنا أنه بيتم يوميا تدمير عشر مدرعات أو عشر عربيات إسرائيلية لو افترضنا أن كل مدرع أو كل آلية عليها ثلاثة يعني بنتكلم بـ 30 فرد فاربعين يوم وطبعا العدد أكبر من كده بتقديري بكل تأكيد لن تفصح عن العدد الحقيقي حتى تؤثر على الحالة المعروفة للجميع بضبط وده أحد الأعلى يعني على فكرة أنا بتقديري أن جزء من التدخيم الإعلامي لإسرائيل وجزء من التصرحات التي تبدو نارية من نتانياهو بأننا قلنا قالوا أننا لن نستطيع أن نخترق مستشفى الشفاء واخترقناها لن نستطيع أن ندخل غزة ودخلناها لكن لم يتحدث عن انتصار ولم يقدم معلومات حقيقية أو لم يقدم نصر حقيقي للمجتمعين أنا أصر أن هذا جزء من الحرب النفسية ضد الإسرائيليين وجزء من محاولة ترطيب الداخل الإسرائيلي هناك انقسام كبير داخل الجيش الإسرائيلي بسبب الحرب البري لعدة أجب أولا الأهداف الإسرائيلية على الأرض أهداف سبتة يعني إسرائيل بتدخل بدبابات بمضرعات ودي أهداف سبتة بالنسبة للمقاومة هو مش شايف المقاومة فين ولا يعرف اللي هضربه هو موجود فين ودي كانت أحد التحذيرات المهمة الأمر الثاني أن إسرائيل أنا في تقديري أنها تخشى توسيع دائرة الحرب برغم التصريحات اللي بتقولها أنه بدأ يكون فيه ضغط دولي ويكون فيه تغيير في المزاج الغربي والمزاج الأمريكي بأول من أمس تم كشف النقاب عن وصيقة بتقول أنه موقعة من مئة عنصر من موظفين في وزارة الخارجية وهيئة الهيئة الأمريكية للتنمية بتتهم بايدن بتصدير معلومات مضلالة عن قطاع عن الوضع في غزة بلينكين قبل يومين طلع لأول مرة يتكلم عن مسألة قتل الفلسطينيين ولا بد أن يكون فيه ضغط أقدر لي المسألة دي ماكرون في المقابلة مع البي بي سي قال تصرحات مضادة صحيح رجع يعني حاول يفندها لكن ده مؤشر مغير نحن أمام مشهد دولي بات معاكس لإسرائيل توقيف الرحلات الجوية من الدول الأوروبية إلى مطار بن جورين حتى 2 ديسمبر المقبل صار أن ده ربما يكون ضغط أقدر من وراء إسطار يعني هذا الموعد هو النهائي لإنجاز أهدافكم أنا حتى هذه اللحظة أتوقع إسرائيل لم تحقق شيء ولن تحقق شيء ولا سبيل إلا العودة إلى ما طرحته الدول الإقليمية الكبيرة زي مصر وتركيا وغيرها بضرورة حل الدولتين وبدون هذا الحل ستستمر الحرب حتى إذا توقفت هذه الحرب ستعود مرة أخرى طالما إسرائيل استمرت في تبني نهج العنب وعدم الاحتراب بحقية الفلسطينيين في إقامة وطنهم وده كل وطن فلسطيني البعض بيرى بأن ما تفعله قوات الاحتلال في غزة دلوقتي حتى تصبح مدينة غزة مدينة نموزاجية تضرب بها المثل أي دولة تحب أنها تدخل الصراع مع إسرائيل ستلقى نفس المصير وكان فيه تصريح مباشر بأن حزب الله لو انخرط في هذه المعارك بشكل قوي أو بشكل عنف ستلقى بيروت نفس مصير غزة حضرتك موافع على هذا الطرح يعني دعنا نسترجع قليلا نعود قليلا إلى الوراء أولا أنا بتقديري نزام قلت لحضرتك في البداية أن هذه كلها حرب نفسية ونتنياهو يحاول أن ينقذ سمعته وهو يقف الآن في مفترق طرق ويعلم أن نهاياته كتبت بالفعل وبالتالي هو يحاول لملامت جروحه أو يعني إظهار الأسد الجريح في صورة قوية لكن هذا يعني بات صعب المنان في 2006 حرب بينه وبين حزب الله لم يحقق شيء في 2009 في 2012 في 2014 كانت هناك غارات وهناك ضربات جوية ضربات إسرائيلية قوية على قطاع غزة ولم تحقق شيء أنا بتقديري أن كل هذه التصرحات للاستهلاك المحلي في الداخل الإسرائيلي والمستهدف بها الداخل الإسرائيلي الذي بات على أشده تجاه نتنياهو وتجاه حكومة الحرب هناك ارتباك شديد داخل الأوساط السياسية وداخل الأوساط العسكرية الإسرائيلية صانع القرار في إسرائيل مرتبك ولا يستطيع أن يفعل شيء وليس قادر على فعل الإشيء هو كل ما يفعله ويرغبه إطالة أمد الحرب في محاولة لإنقاذ جانب من سمعته نتنياهو كما ذكرت في البداية وقادة الحرب في إسرائيل يعلمون أن الحرب ستقف وأن المحاسبة أتيها لمحالة وبالتالي إطالة هذا الحرب هو تأخير للمحاسبة في تقدير ليس أكثر خلينا نروح لمحاضرتك لتصريح لوزارة الدفاع الأمريكية قالت أنه خلال فترة بين 17 و24 أكتوبر تم استهداف القوات الأمريكية عشر مرات في العراق ثلاث مرات في سوريا عبر مزيج من الطائرات بدون طيار والسواريخ الهجومية ذات لاتجاه الواحد أولا شايف هذا التصريح إزاي فاندم وعلى جانب آخر يعني الولايات المتحدة الأمريكية وهي بتعبر عن هذا الدعم اللام حدود للكيان الإسرائيلي لم تتوقع أي رد فعل من أي جانب؟ أنا في تقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية في البداية كانت تظن أن إسرائيل قادرة على حسم المسألة بما تملكه من موادات عسكرية وبما تملكه من دعم أمريكي مطلق سواء على المستوى العسكري أو المستوى المادي يعني الإسرائيل لأول مرة تسحب من الاحتياط النقدي بتاعها لكن كان هناك تعويض سريع من قبل الإدارة الأمريكية لكن ما حدث وتطورات الأحداث يبدو أنها لم تكن في الحزبان بالدرجة الكافية وبالتالي استهداف القواعد الأمريكية وقيام الحوسيين بإطلاق سواريخ واستهداف القواعد الأمريكية في سوريا وحالة الارتباك التي بدأت تضغو على المصالح الأمريكية في المنطقة هي من دفعت الولايات المتحدة الأمريكية سواء وزير الدفاع أو وزير الخارجية أو حتى بايدن إلى التراجع في التصرحات الخاصة بدعم إسرائيل أنا أصر أن هذه إطالة هذه الحرب ليست في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وسيتم استهداف مصالحها ليس فقط القواعد العسكرية في إسرائيل فقط يتم استهداف سفراتها في المنطقة استهداف رعاية في المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية باتت تعي ذلك جيدا وبدأت تتاجه إلى محاولة وقف هذا الأمر صحيح أن الحديث حتى هذا التوقيت عن هدى إنسانية وليس وقف إطلاق شامل للنار لكن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تتراجع إلى الخلف قليلا وبدأت تصدر صورة بأنها لا توافق إسرائيل على كل ما تفعله والدليل على ذلك التحول اللافت فيه التصرحات الأمريكية وتواصل الإدارة الأمريكية مع قادة المنطقة هناك اتصالات مباشرة مع الرئاسة المصرية هناك اتصالات مباشرة مع عدد من دول المنطقة العربية ومحاولة توظيف السخل الإقليمي لدول المنطقة على رأسها القاهرة لمحاولة إيجاد مخرج لهذه الأزمة ولكن مخرج يحفظ ماء وجه إسرائيل لأن إسرائيل في تقدير أنها تورطت ولم تحقق انتصار والعودة وهي تجر أزيال الخيبة لن تقتصر تدعيتها على نتنياهو ولا على المؤسسة العسكرية وإنما ستؤدي إلى حالة ارتباك كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي انقسام مجتمعي يعني احنا شفنا في الفترة اللي فاتت إزاي حجم الهجرة اللي بدأت من إسرائيل لدول أخرى أكثر من عدد بالآلاف انتقلوا إلى قبرص وإلى دول أخرى حالة التشزي وحالة العنب المجتمع التي بدأت ما بين اليهود وما بين عرب 48 في الداخل أتصار أن كل هذه الأمور تحمل ارتدادات سلبية على الكيان الإسرائيلي الكياني الاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تضع خطط لإجلاء رعاية من الشرق الأوسط إذا خرجت الأمور عن السيطرة في تقديرك متى تخرج الأمور عن السيطرة في خطأ غزة؟ يعني أنا في تقديري أن الحالة الرهنة لإسرائيل برغم تصرحاتها وبرغم العمليات العسكرية المستمرة واستهداف القطاع وتصرحات نتنياهو ضد حزب الله وضد من ينخرط في الحرب إسرائيل كما ذكرت لن تقوى على فتح جبهات إضافية ولن تسمح للأمور أن تصل إلى حفة الهوية لأن إذا وصلت الأمور إلى حفة الهوية سيكون أكثر المتضررين هو إسرائيل وبالتالي ما كان لإسرائيل أن تتحدث عن فتح الباب أمام فكرة هدنة إنسانية والإفراج عن الرعاية والإفراج عن الأسرة والاعتماد على الوساطة المصرية القطرية يعني إسرائيل لو كانت تملك مفاتيح اللعبة وحدها وكانت قادرة على حزم هذا الأمر ما كانت انخرطت وما كانت دخلت في وساطات أو طلبت وساطات من مصر وغيرها أو الدفور حتى في مفاوضات على استبدال الأسرة يعني ما كانت تضطر أصلا تدخل في هذه المفاوضات وده في الحياة بيأشر لحالة الضعف اللي عليها المؤسسة العسكرية وكيان الاحتلال لأنه بعد أربعين يوم لم يتمكن من تحقيق نصر ونتنياهو في أول يوم تحدث عن نحن قادمون لتصفية حماس وتصفية المقاومة في خلال ساعات ولم يحدث حتى هذه اللحظات أي شيء يعني يمكرون ويمكرون الله والله خير المكرين صحيح أعتقد أنه بالفعل في أحداث كانت غير متوقعة بالنسبة لهم حتى كانت في تحولات ما كانتش في الحسبان حتى منتابع دلوقتي فاندم تراجوا حتى بعض الحلفاء عن ما تفعله إسرائيل على أي حال كل دقيقة بالفعل تحمل الجديد في هذه القضية طبعا شعبت لتنياهو أقل من 22% صحيح بشكر حضاء جزيل شكرا لأستاذ كرم سعيد الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نورتنا يا فاند شكرا يا فاند